حتى الحين اللي بيشاركوا معاي في مسابقة العيد عشر رعاة وصلة الرعاة يعني الشباب اللي بيوثقوا سناباتهم يبيرفعوا عداد المشتركين الشباب اللي بيزيدوا عداد متابعينهم مسابقة قوية تنطلق ثاني يوم العيد المساء يعني ثاني يوم العيد راح تكون في مسابقة قوية 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 على سيارة ايش هي السيارة؟ صالون فورويل فخمة صغيرة لا ابشركم سيارة فخمة والاكترونيات وعطورات قيمة وعطورات امواج وعيدية مسابقة قوية ثاني يوم العيد اللي بيشترك في المسابقة كراعي هذا رغم التينفون بحط لكم ياه وبنشوف من بيفوز ايضا بالسيارة هذه والسيارة ثاني يوم العيد هينكم يلي تبون الاجر هينكم يلي تبون الخير عندي حالة بس قبل لا اخبركم الحالة انا بخبركم بان الفارس لما يكون على فرسه ويوصل للكيلو الاخير ايش يسوي؟ يشد هذا يشد وهذا يشد وهذا يشد ويضرب ها؟ لجل ايش؟ لجل يضفر بالفوز ويوصل لخطة النهاية هكذا الايام الاخيرة من شهر رمضان الناس تتسارع للاجر تكثف الاجر الاجر ايام الاخيرة نبا نلاحك فهذا اسرة مكونة من ست وسبع افرات عمل تجارة وخسر تجارته والان اصبح في الحبس فنبا همتكم جماعة الخير عليها اربعين الف وجاءت الموافقة من الجهات ان فعلا هذا الرجل يستحق للمساعدة فحطوا حالته في منصة جوت المنصة اللي كلكم تعرفونها التابعة لوزارة التنمية اربعين الف راحل منها الفين لبنجمع ثمانية وثلاثين الف ريال عماني بكل سهولة الدخلون عن طريق منصة جوت وتتبرعون ولوه بريال واحد بحط لكم الرابط بحط لكم كل حاجة وكيف تدخلون وتتبرعون نسأل الله انكم توقفوا معاه وتساندوا وتساهموا من اجل ان يخرج هذا الرجل ويعود لأولاده جماعة هذا رابط منصة جوت ريال اليوم احنا يوم 27 رمضان ريال ارفع الشاشة وادخل وتبرع ولوه بريال عن طريق المنصة بارك الله فيكم